بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الطلبة استكمالا للجزء العاشر اللي هو الخاص بإيجاد معامل النفاذية في الموقع كلمنا في جزء العاشر على إزاي تطلع الكي بس للطبقات اللي هي الان كونفايند أكوافر النهاردة هنتكلم في البارت 11 على البامبينج أو التست بس للكونفايند أكوافر وعرفنا قبل كده الفرق بين الكونفايند والان كونفايند أكوافر أو الطبقة الحاملة للمية المحصورة أو الغير محصورة هنا خلي بالك أدي الطبقة بتاعتها هي الطبقة دية بيرما بولير يعني طبقة ملها طبقة منفذة رمل ولا حاجة يعني فوقيها لاحظ أن فيه إم بيرما بولير يعني طبقة ملها غير منفذة وتحتيها طبقة أخرى ملها برضك غير منفذة فتعتبر الطبقة دي ملها تعتبر الطبقة دية كونفايند فالقصة إيه أن أنت عندك أدي البير بتاعك فجأة لو أنت عملت البير دوت إيه اللي هيحصل؟ المية اللي موجودة محصورة هنا هب هتطلع فوق وهتبقى في المنسوب اللي قدامك دوت تعالى بعد كده ده اسمه إيه لو تفتكر نسمينا التست مين ويل وقلنا نص قطر بتاعه مين؟ هنبتيجي نحط إحنا مين؟ عندنا في بيرين ملاحظة اللي هو الابزورفيجن ويل أدي واحد وأدي واحد آخر ده على بعض أر واحد وده على بعض أر اتنين طبعا قلنا أول ما أنا هروح عمل البير دوت أب راحت المية طلعة فيه في المنسوب ده يعني عن ارتفاع مين؟ اتش تبتدي أنت تجيب إيه؟ هتجيب هنا تحط مين؟ بامب هنا هوت عشان يسحب المية اللي هنا طيب لما تيجي تسحب المية اللي من هنا مفروض أن أنت مبدئيا خلي بالك لو أنت عملت البير ده هنا كده المية تقع منسوبة هنا طب لو حطيت البير ده برضك المية تقع منسوبة هنا حطيت البير دوت بقى منسوبة هنا ابتدت هسحب بقى المية من البير دوت زي ما قولنا المرة اللي فاتت شكل المية هياخد الشكل اللي انت شايفه دوت فهلي بتجي اقيس بقى المية هنا اقيس الدرو داون بتاعها او المية نزلت قد ايه ومن الدرو داون هقدر اطلع قلمة مين اتش واحد اللي هي بتساوي الاتش نقص مين الدرو داون الاولاني والنحية التانية هنا برضا فيه درو داون اتنين ده هحسبه او هقيسه في الموقع وبتجي اجيب اتش اتنين اللي عبارة عن اتش ناول زي درو داون بقى عندي اتش وان واتش مين تو نفس الوقت عندي ار وان وعندي ار مين تو وهم حاجة هنا بقى في الطبقة اللي هي لازم اعرف سمكها الديه طبعا تعرف سمك الطبقة دي مين لما بتعمل الجسات وتعرف الطبقات بتاعتي هنعرف ان فيه هنا طبقة سمكها تي فلو عايزة اجيب الكي pickup متاعتي بتساوي مين؟ كيو ده اللي القدر او كمية المية اللي بتسحبها البامب اللي عندي ديت والبي طبعا جيفن او اللي نتعرفها الـ 22 على 7 والتي اللي هو سوم كمين طبقة الطبقة اللي هي احنا عايز تحسب لها كوفيشن البرميليتي او كي بتاعتها لين R2 R2 دي اللي هي المسافة بتاعة البير الملاحظة البعيد وR1 هو بعد الـ Center Line بتاعة الـ Observation Wheel القريب وH2 ده ارتفاع المياه في البير 2 وH1 هو عبارة عن ارتفاع المياه في البير الملاحظة رقم 1 خلاص بمعلومية كل البيانات دي تقدر تطلع كي او بسميه لو معامل مين النفاذية ده في الموقع بس للطبقة اللي هي تعتبر confined aquifer شكرا